اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله من آخر حجة حجها قفل راجعا إلى المدينة المنورة وعينما انتهى مركبه إلى غذيركم أبط عليه أبي الوعي يحمل رسالة من السماء وكانت هذه الرسالة تحدث عليه بأي خطر حاله ليقوم بأداء هذه المهمة الكبرى وهي تنصيب ابن عم النبي اللهم صل على محمد وراء محمد وكان أمر السماء بذلك يعمل طابعا من الشدة والزوم الإسراء في إذاعة ذلك بين المسلمين فقد أنذر النبي صلى الله عليه وآله إن لم ينفذ إرادة الله فيما بل فما بلغ رسالته تنصيب ابن وراء محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر